التقل صنعة صنعاً عايزك تكون انت من الناس الأوليلة اللي عارفة تتمكن منها عارف ليه؟ لان هو ده اللي هيخلي الطرف التاني او اي حد عمتاً يتباهى بإعلاقته بيك وده بدل ما هو ضامن وجودك وبيتعامل معاك على ان انت درجة تانية بالنسبانه انت مش درجة تانية يا حبيبي حس بنفسك وخلي القوة دي تملاك انت قد الدنيا ومعرفتك دي كنزة يعني شرف واضافة لأي حد وانت لازم تتصرف على هذا الاساس فلو عايز يكون معاك اليد العليا في علاقتك الاجتماعية وفي علاقتك العاطفية كمان علشان يكون ليك هيبة بدل ما تكون عرضة للاستغلال والتجاهل يبقى ديني ودنك بقى عشان انا دلوقتي حالاً هقولك على سر كده ما يعرفوش ناس كتير سر هيخليك تحط اي حد في جيبك وتتحكم فيه وده لدرجة انه هو هيجري وراك علشان يكسب رضاك بالبلد كده يعني لو انت طبقت السر بتاع النهاردة ده هتلاقي ان الناس بتتدلق عليك بعد ما كانوا بينكروك بس المهم انت تلعبها صح مش مطلوب منك اي حاجة غير انك تركز معايا وتكمل الفيديو للاخر لان انا النهاردة هقولك ازاي تعمل كده طب ايه هو السر اللي انا بقولكو عليه ده انه دايما انت اللي بتختار الطريقة اللي الناس هتتعامل معاك بيها بس انت اللي مش واخد بالك اه والله يعني الطريقة اللي الناس بتتعامل معاك بيها دي ملهاش اي علاقة بشخصيته هو دي ليها علاقة فقط باسلوبك انت وبردود افعالك انت وانت بتتعامل مع اي شخص مهما ان كان هو مين يعني لو مثلا يعني كان الشخص اللي قدامك قادر يستغلك فهو بيقدر يعمل كده لان حضرتك اللي مدينه المساحة دي ولو بقى كان هو ما بيقدرش يسوق عليك العوج فده عشان انت بطريقتك بتوضح لوضوح الشمس ان انت خط احمر هو ما يستجراش يعديه اما هتبقى ليلة امه صودة فخلي الكل يلزم حدوده وحط كل حد في مكانه ومكانه ده تحتيك ده اسمه اعتزاز بالنفس مش تقبر يبقى ايه بقى هو اللي مطلوب من ساعاتك دلوقتي هي صفة واحدة بس لازم تتمكن منها لدرجة الاتقال صفة واحدة بس هتخلي اي حد يتراعب من ان هو يأثر معاك ويتمنى بس ان انت ترضى عليه والصفة دي هي بينك وصين كده البرود البرود هو اللي هيخليك تقيل وفخم زي الباشا وانت بتتعامل مع اي حد يبقى النهاردة انا هتعمك اكتر في شخصية المغناج او النرجسي البارد الجزء التاني من الشخصية المغوية السادسة في كتاب فن الاغواء للكاتب روبرت جرين طب ايه هو بقى العمود الفقري للحلقة بتاعت النهاردة انك تغير الطريقة اللي انت بتسمح للي قدامك انه هو يتعامل معاك بيها ارسم حدودك بنفسك انت جايزة يا حبيبي ها جايزة مش هداية عارف الفرق ايه الهداية بتروح لصاحبها لحد عنده الهداية ملك يعني انت ممكن عادي جدا تركنها على الرف او حتى ترميها لو هي ما كانتش عجبك اما الجايزة بقى قصة تانية خالص لازم اللي قدامك يبزي المجهود جبار علشان يستحق ان حضرتك تعترف بيه لازم هو اللي يجيلك لحد عندك ولازم يبزي المجهود جبار علشان يكسبك ساعتها بقى هيشيلك فوق راسه وكمان هيتبهى بيك بس انت انت ما بتروحش لحد الكلام ده والله بقى حضرتك تقدر تطبقه مع اي حد حضرتك لسه بتتعرف عليه او على اي حد تكون انت اصلا مرتبط بيه ان شاء الله حتى تكون مرتبط بيه بقى لك 7000 سنة يعني لسه فيها الفرصة مراحتش عليك فاستعدوا معايا بقى للربع ساعة اللي جاية ديل انها هتعجبكوا قوي وكمان مش بعيد اطلاقا تغير حياتكو 180 درجة وعلشان خاطر اديلك حقك في الوقت اللي انت هتتفرج فيه على الفيديو ده يبقى النهاردة هنستعين بناموذك حقيقي هحكيلكو قصة قصة عن شخصية من اكتر الشخصيات البردة اللي ظهرت في التاريخ واحد كده بالورقة والقلم ممكن تقول عليه مغرور ومتكبر بس لو كان فيه اي حد عارف يتكلم معايا بس خمس ثواني على بعض يعني السلام عليكم عليكم السلام يبقى الشخص ده كان يقدر ياخد بعضه كده ويروح لصحابه ويعمل النمرة بتاعته ويقول لهم ده فلان الفلان يسلم علي طب مين هو فلان الفلان ده ويا طرع اعمالها ازاي هحكيلكو قصته دلوقتي بس ياريت يكون واضح ان الحلقة دي اكتر بكتير من مجرد حدوته انا هبقى بحلل تصرفات الشخصية وصفاته اللي انا عايز شخصيتك انت تمتصها ساعتها بس انت هتبقى خلاص ذهقت من كتر الناس اللي بتدلق عليك بس خلوا بالكو يا جماعة تحذير الحلقة دي مش للنفوس الضعيفة لو انت فهمت اللي فيها ممكن تلاقي نفسك بتتحول الى شخص متكبر فخلي بالك كده واستفيد الاستفادة الصح هدخل في الموضوع على طول بس قبل ما ابدأ بفكركم يا جماعة اي حد فيكو دلوقتي يقدر يحجز معايا معاد على زوم علشان يستشرني في اي حاجة تخصه كل اللي انتو محتاجين تعملوه ادخلوا عندي على انستجرام اعملولي فالو وبعتولي ارسالة هناك اكتبولي فيها بس زوم وانتو هتلقوني ببعتلكو كل التفاصيل انتو مش محتاجين تعملوا اكتر من كده انتو مش لوحدكم وانا مش هسبكم متخفوش ويريد برضو بعد اذنك لو ما كنتش بتقل عليك يعني تعمل لايك للفيديو لان ده بيساعد فصول المحتوى الناس اكتر ممكن تكون محتاجة تستفيد بالكلام اللي انا بقوله هنا سهموا معايا في الاستفادة يا جماعة اهلا بكم في الحدوتة مع محمد فارس ركزوا بقى معايا في القصة واسمحولي احكيها لكم بطريقتي انتو عارفين حبي العالم الرواية والقصة وهو ده اللي خلاني اكتب رواية تراب صراب فاسمحولي بقى ايه اطلع الرواية اللي جوايا يلا بنا يا بشوات نشوف العريس بتاع النهاردة حكايته ايه؟ سنة 1952 يعني تقريبا كده من سبعين سنة كان فيه رواقي مشهور جدا في امريكا اسمه ترومن كابوت كان ظاهرة بمعنى الكلمة في المجتمع الادبي الامريكي وقتها ده غير انه هو كان واصل قوي مع الحيتان بجميع انواعهم في البلد ترومن كابوت ده يا جماعة كان طالع عينه مش عارف يلاقيها منين ولا منين راجل مشهور بقى وعنده فولوورز كتير ماهو كان كل يوم بيجيله الف رسالة مكتوبة بخط اليد من جماهيره لا وكان مطلوب منه يرد عليهم كلهم كمان بس ترومن كابوت على قد مكان عظيم الا ان هو مش بطل القصة خالص وتقريبا كده ملهوش اي علاقة بيها بطل القصة هو شاب كان صغانتوت قوي كده وقتها كان متقمس دور البستاجي وكان هو اللي كل يوم بيودي رسائل الجماهير لحد باب البيت عند ترومن كابوت على امل يعني ان جايز ده يخليه قابل الايكونة بتاعته الولد ده كان شاب موهوب جدا في الفنون وكان عنده امل ان ترومن ممكن يحبه فساعتها كان يقدر يطلب من ترومن ان هو يشهره كده ويلماعه بكلمتين حلوين في مقالة من المقالات اللي بيكتبها ترومن كل اسبوع طب مين بقى هو الوادي الصغانتوت الامور اللي انا بقولكو عليه ده مش هتصدقوا العيل المدلوق ده يبقى اندي وورهول بنفسه اه ابرط شخص في التاريخ اندي وورهول الاسطورة اللي كلنا بنسمع عنه دلوقتي ده في يوم ما وهو عائل صغير كان اكتر شخص مدلوق في الدنيا ومحدش كان بيطيقه زمان من كتر ما كان هو زنان ما هو يا حبيب قلبي هو متولدش بارد وكريزما كده هو تعلم ازاي يكون بارد بعد ما فهم ان الدلق مش هيحقق له النتيجة اللي هو عايزها بل العكس صحيح الدلق بيخلي الشخص اللي انت مدلوق عليه يطلع يجري منك اندي وورهول ده وهو لسه صغير كان نفسه في الشهرة بشكل غير عادي هو كان فنان في نفسه كده كان بيرسم لوحاته بيصمم ازياء بس ما كانش حد لسه يعرفه ورغم ان هو اتدلق على ترومين كابهوت كل يوم الا ان ترومين معبرهوش فعمل ايه اندي يا جماعة اتدلق اكتر كان عنيد جدا وكان مصر اسرار غير عادي ان هو هيخلي ترومين يعترف بي راسه والف سيف في يوم ما كده روح ترومين بيتهم وتصدم لا ان اندي وورهول العائل المستفز اللي بيلحقه كل يوم ده قاعد مستنيه في الصالون لا ان اندي يعني مع ان هو بتهرب منه كل يوم لا ده قاعد بقى في الصالون وبيشرب الشاي مع والدته مع والد ترومين انتم متخيلين هو قد ايه كان ملح طبعا اندي قفش من الحجة رقم تليفون البيت فبقى كل يوم اندي الصبح لازم يتصل بترومين ويقول له حبيبي يا نجم احبك يا نجم مفيش حاجة علينا يا نجم ما تخليك متواضع كده ده انا بحبك يا جدع مفيش كلمتين حلوين ده انا مش اكبر واحد في الفانزات بتوعي لا ده انا فانزاتك كلها مباشة ولكن كالعادة ترومين كان كل يوم بيقفل السكة في وش اندي زي ما قفل في وشه كل البابان كمان فراح اندي بقى الام وبيعايت وبيقول لها يا اما النجم بيقفل السكة في وشي يا اما انا مش عارف يا حاجة هو ما بيحبنيش لي هو انا عملت له حاجة وساعاتها امه ردت عليه وقالت له ما تزهلش يا طناية ما تدهيقش نفسك اكي بدومك بس خد مني النصيحة دي هاضي يا اندي ما تزوقش قوي مع الناس بس لازم تخليهم عارفين ان انت موجود وهنا بقى اندي تحول لورهول سمع الكلمة دي من هنا واف لحظتها تحول 180 درجة الى ابرض شخص ظهر في التاريخ اندي اللي كان هيموت عالشهرة اللي ما كانش حد يعرفه وصل الى ان هو بقى اكتر شخص في البلد النجوم والحيتان نفسهم يتعرفوا عليه طب وده بقى يا باشا يقولك انت ايه انه كان بني ادم طبيعي زيه زيه وزيك ويقولك برضو ان التقل والبرود والفخمة دي الحاجات دي مش موهبة دي صنعة ممكن اي حد يتعلمها مهما كان ميح فيها طالما هو تعلم سحر البرود وعارف يمارسه يبقى انت كمان تقدر تعملها الدرس المستفاد لحد دلوقتي هو ان انت مهما كنت طيب او جدع مع الشخص اللي انت نفسك تتعرف عليه او حتى مع الشخص اللي انت اصلا مرتبط دي لو انت اتدلقت عليهم وانت متخيل ان انت كده بتخليهم يلاحظوا قد ايه انت محترم وقد ايه هم لازم يكسبوك هتلاقيهم بيسقعوا لك وده زي ترومن مسقع لأندي بالزبط مع ان أندي بالورقة والقلم كده هو كان فعلا موهوب ومفيش زيه بس هيكت كل مشكلته في الحياة ان محدش يعرفه من الاخر يا باشا ادلق على اللي قدامك هتلاقيه بيسقعلك اتبرد عليه وسقع له انت هتلاقيه بيسخن عليك سيبك من يوتن وام التفاح اللي هو حيرنا بيها هو ده قانون الجاذبية اسحاق نيوتن محمد فارس تعالوا بقى نطلع بالزمن كده عشر سنين لقدام علشان نشوف ازاي العائل المدلوق ده تحول الى الاسطورة اللي انت ان شاء الله هتكونها بعد عشر سنين بالزبط اندي كان خلاص فتح اول معرض ليه في منهاتن نيويورك معرض كده كان عارض فيه لوحات فنية هو اللي رسمها اشهر واحدة فيهم كانت لوحة فنية فيها ازازة كوكاكولا هتقول لي فارس هو ايه الفن في ان هو يرزم ازازة كوكاكولا هقولك بالزبط كده اقف انت قدام اللوحة وحاول تفهم منها اي حاجة ميزة اندي هي ان هو كان غير واضح وغير مفهوم يا ترى اللوحات دي هو بيها كان بيحاول يقول ايه او كان بيحاول يعبر بيها عن ايه الله اعلم بعيدا عن اللوحات وبعيدا عن الاضوار ساكت خالص وما بينطقش ده حتى معبرش ومرحبش باي حد من الناس اللي جات وكأن يعني حضورهم ده شرف ليهم هم مش ليه هو فرق مائة وتمانين درجة في شخصيته بني قادم مختلف تماما عن العيل اللي كان مدلوق على ترومن كابوت وقفوا النقاط قدام اللوحات بتاعت اندي واحتاروا لقوا ان اللوحات دي غير مفهومة بالمرة الوانها فقعة جدا ومطرقعة كده وما فاش اي رسالة فبعد ما فشلوا في الاستنتاج سألوه هو انت رسمت اللوحات دي ليه يا اندي عارفين يا جماعة اندي رد عليهم قال لهم ايه قال لهم كده بنفس الاسلوم عادي يعني عجباني ولكن مع ذلك المعرض نجح نجاح باهر وده يقولك ان الغموض دايما حسن كسبان رهن عليه براحتك بقى لانه هو ما بيخسرش ودايما بيلفت الانظار ما هو بالعقل كده لو انا مثلا رحت معرض بتاع لوحات فنية ووقفت قدام اللوحة بتاعت احمد وقدرت افهمها في لحزتين هاخد بعضي واروح للوحة بتاعت محسن اللي انا برضو هفهمها في لحزتين لحد ما لقي نفسي واقف بالساعات قدام اللوحة بتاعت اندي ما هو لو انا وقفت قدامها كل المدة دي ولقيت نفسي برضو مش فاهم حاجة مش هامش غير لما افهم يعني بالبلد كده هفضل قاعد ايه يعني بتتحدى زكاء يا اندي طب والله لا ثبت لك ان انا مش غبي وهثبت لك ان انا بقى فهم انا هفضل اعيد لك يا باشا وده معناه ان انا خلاص اصلا نسيت احمد ومحسن والحسين اللي انا كنت عندهم من شوية ودلوقتي انا مش بفكر في اي حاجة غير اللوحة بتاعت اندي وده لمجرد ان انا مش عارف افهمها خليك شخص غير مفهوم هتلاقي ان كل الناس بتحاول تفهمك فهيفضلوا قاعدين قدامك لكن لو انت قررت تكون شخص شفاف ومائري وهو واضح خلاص هتلاقي الناس بتفر منك هو شخصية اندي كانت كده هو كبني ادم كان زي اللوحات بتاعته بالزبط فخليك لوحة صعبة الاستنتاج ما توصلش رسالتك بشكل صريح هتلاقي الناس بيحاولوا يفهموك يعني هيركزوا معك قوي من غير انت ما تحتاج تفرد نفسك عليهم بص يا باشا طول ما انت ساكت هتلاقي اللي قدامك بيتكلم وكل ما كان اللي قدامك بيتكلم هتلاقيه بيكشف نفسه فخلي اللي قدامك يكشف نفسه احسن ما تبقى انت كتاب مفتوح المهم يا باشا سنة 1963 شخصية اندي تطورت للمرة التانية هو في الاول كان بيرد على الاسئلة ببرود لكن دلوقتي خلاص ما بقاش بيرد اصلا عمل ايه يعني اجر مساحة كده فضياء غرضها ان هو كان يصنع فيها الشغل بتاع ورشة يعني بس المكان ده مع الوقت تحول الى سبطاية الناس كلها بتتجمع فيها زي الكافيك ده اللي مش بيروحوه غير الناس الروشين طب كانوا بيروحوا ليه لان المكان ده بتاع اندي ولان اندي بيروح هناك اندي تحول الى شخص بارد لدرجة ان هو ما كانش بيعبر اي حد ويعني من كتر ما كان عارف جمع كل التقالع عنده ومش بيعبر اي حد فيهم لو الناس عارفت تقول لأي حد تاني برا ان هم يعرفوا اندي بصفة شخصية دي كانت اكبر اضافة اجتماعية ليهم لا تقول لي روليكس ولا تقول لي مرسيدس لا مش خزار الناس كانت كلها بتجري ورا اندي جاري وحوش وكانوا بيعودوا في الورشة دي بالساعات منهم اشهر الفنانين واحوة الحيتان في عالم البزنس بس اندي برضو ما كانش بيعبر اي حد فيهم تشرف ليهم اصلا ان هم شافوه هيقعد يرغي معاهم كمان هو اندي كان بتعامل مع اي حد مهما كان كبير او صغير بالمبدأ ده انتعت صاحبني يقول لي ايه هو اندي كان كده كان دايما منسحب دايما واخد جنب دايما قاعد في ركن الواحد وكده بعيد تماما عن البني ادمين وبعيد تماما عن الاضواء الناس كانت بتحارب عشان حتة قد كده من اهتمامه او انتباهه كانوا كلهم بيتلفوا حواليه كده وكانوا بيستموتوا علشان يوصلوله بس هو ما كانش بيسمح لاي حد انه يقرب منه فانت من هنا ممكن تفهم ان انت لو اتبردت عن الناس هما مش هيتفاشوا مع ان المنطق بيقول انه هما هيتفاشوا انما الواقع بيقول ان انت لو اتبردت عن الناس وخدت جنب منهم هتلاقيهم بيسخنوا عليك مع الوقت المكان ده الورشة دي تحولت الى اكبر ورشة لصناعة الافلام واندي بقى من اهم المخرجين والمنتجين في عصره اشهر الممثلين كانوا بيتخنقوا مع بعض وبيتنفسوا مع بعض علشان هما اللي يظهروا قدام اندي وهم اللي ينالوا اعجابه فيديهم هما الدور تخيل؟ لا طبعا غير الناس اللي كانت بتروح هناك بس علشان خاطر تتشاف هناك في نفس المكان اللي بيبقى اندي موجود فيه لان الموضوع بالنسبة لهم بقى نمرة واضافة اجتماعية فتعلم ان انت ما تجريش ورا الاضواء وما تحاولش تلفت انتباه الناس لك خليك منسحب اشيك ساعتها هتلاقي ان الاضواء والناس هما اللي بيجروا عليك لعله عسى انت اللي تنتبه لهو خليك زي اندي كده لو انت اعترفت بحد يبقى هو كده بقى نجم الحفلة فبدل ما طوع تدور على ختم القبول يا عمي خليك انت اللي بتوزعه شفت بقى العيل الصغير اللي راح يعاية لامه ويقول لها يما النجمة مش بيعبرني يما بقى ايه اكيد انت او انت انت ارحملنه بكتير فصدقوني يا جماعة اذا كان يعني اذا كان اندي العيل الصغير المدلوق ده قدر يعملها يبقى انت كمان تقدر تقدر عادي الخلاصة في عشر نقط تقدر انت تطبقهم في علاقتك العاطفية وفي علاقتك الاجتماعية واحد ما تتدلقش على حد هتلاقي ان الناس هي اللي بتتدلق عليك وانت ماشي على الدائري كده او على المحور او على اي هايوي وانت ماشي هتبص هتشوف اعلانات للهايونداي في كل مكان بس عمرك شفت اعلان لمبرجيني؟ بالضبط كده يا حبيبي الحاجة اللي بتعمل اعلانات عن نفسها مختلفة تماما عن الحاجة اللي الناس كلها بتحلم بيها بس مش لقيها في اي مكان فخلي وجودك نادر هتلاقي الناس بتعتبرك اضافة ليهم لو قعدت معهم لما تبقى تظهر بقى اتنين ادخل اي مكان وكأنك صاحب المكان صدق ان انت مش قليل وصدق ان معرفتك دي كنزي يعني شرف واضافة لأي حد الناس هم اللي يتكسفوا منك لكن انت انت ما تتكسفش من نفسك لو انت مدورتش على ختم القبول هتلاقي جايلك لحد عندك فخليك على وضعك بدل ما تغير طريقتك مع الناس علشان هم يقبلوك هتلاقي ان الناس هي اللي بتغير طريقتها معك علشان خاطر انت اللي تقبلهم ثلاثة طول ما انت ساكت اللي قدامك هيتكلم وكل مكان اللي قدامك بيتكلم كل ما هيكشف نفسه فخلي اللي قدامك يكشف نفسه احصل ما تبقى انت كتاب مفتوح ما تبقاش مقري بس خلي الناس تحاول تقراك لما يحتاسوا هيكونوا عايزين يفهموك اكتر فهيضطروا يقربوا منك وساعتها اكرف لهم عادي وحطوهم في مكانهم ده هيحصل على فكرة هم هايقربوه لك وده لان الانسان بطبع غرسته بيخاف من المجهول فبيقرب منه علشان خاطر يفهمه علشان خاطر يتطم منه والمجهول هنا هو انت اربعة المسافات مش بتخالي الناس تبعد عنك في حالة ان انت اللي حطيت المسافات دي وفي حالة ان انت اللي بقت بل عكس انت لو حطيت مسافة انت مش بس هتلاقي الناس بتقرب لك لا دول هيجروا وراك لان هم هيحسوا ان الفجوة دي معناها ان حضرتك شايفهم قليلين وبما ان محدش بيحب يحس ان هو قليل مش هيبقى قدامه غير حل لواحد بس علشان خاطر يثبتلك ان هو مش قليل هيدطر يكون كويس معاك يعني بالبلد كده هيدلق عليك فانسحب يا باشا وخلي الناس تقاتل علشان توصل لك خمسة انت مش هداية الناس بتاخدها حق مكتسب انت جايزة الناس لازم تعافر علشان تستحقها فخليك جايزة صعبة المنال هتلاقي جودة المنافسين اعلى بكتير خليك كاس العالم يعني ما تبقاش دوري الصومال ستة الناس بتحب تحلل الظروف وبتعش بقى حاجة اسمها ايه بعد الساعة 12 بليه لقعد في السرير كده اشتغل في الـ overthinking فطول ما انت بارد وساكت اللي قدامك مش هيلاقي اي حاجة يدرسك بيها لانك ما قلتش حاجة اصلا ده هيتمعهم اكتر في الوصول لك لان هم مش هيبقوا عارفين انت داخلتك ايه هو الشخص اللي مالوش داخلة كده الناس بتحاول تدخله اما بقى اللي انا ضامن ان هو اصلا هو اللي دخلي واللي هو اصلا موجود هركانه عرف سبعة لو انت قاعد مع ناس جديدة مفيش اي حد فيهم يعرف التاني زي مثلا لو انت كنتوا كلكم معزومين في عيد ميلاد هتلاقي ان كل حد بيحاول يتكلم عن نفسه علشان يسلط الدوق على نفسه ويبقى هو نجمل حفلة بقى بحيس يعني ان هو ايه يبهر كل الحاضرين خليك انت الباشا اللي فيهم بقى قاعد كده حاطت رجل على رجل منصحب تماما ما بتتكلمش اطلاقا لان الباشا اللي زيك مش محتاج يقول للعيل الصغيرة هو مين اللي ما يعرفكش ده هو اللي جاهل مش انت اللي قليل الاسد مش محتاج يفكر الفارق ان هو ملك الغابة تمانية تخليك غامض زي اللوحة الغير مفهومة طول ما الناس مش عارفين يفهموك هيفضلوا قاعدل لك لكن اللي قادر يقراك ويفهمك على طول ده انت مش هتشوفه تاني وده لان انت مفيكش اي حاجة مغرية مش بتديلوا اي تحدي لزكائه تسعة ما تحاولش تخلي الناس تحبك لان ده معناه ان انت بتحاول تخليهم يقبلوك والعكس صحيح برضه خلي الناس تحس ان انت مش فريق لك تعجبهم ولا ما تعجبهمش لان هي دي الحاجة الوحيدة اللي هم مش متعودين عليها الناس متعودين ان هم الروشين اللي كل حد تاني بيحاول ينضم لهم لكن عدم رغبتك في الانضمام للروشين ده معناها حاجة واحدة بس ان انت اكيد اروش من الروشين ماهو زي ما قلنا في الحلقة اللي فاتت طول ما انت مش بتحاول تخلي الكبار يرضو عليك فده معناه ان انت شايفهم صغيرين قوي عليك فبدل ما تحتاج تفرد نفسك عليهم علشان هم يقبلوك هتلاقيهم هم اللي بيفردوا نفسهم عليك انت علشان خطر انت اللي تقبلهم عشرة كل اللي انا قلته ده مش موهبة كل دي حاجات انت ممكن تتعلمها وتطبقها عادي فقبل ما تحس ان كل اللي انا قلته ده صعب تماما افتكر اندي اللي مليار في المية حالته وهو صغير كانت أصعب من حالتك بكتير الراجل ده كان تقريبا هوبلس كيس شوف بقى هووصل لإيه وهتعرف ان انت كمان ممكن تعملها عادي طيب يا جماعة لو فيه اي حد فيك وعايز يحجز معايا معادي على زوم علشان يستشيرني في اي حاجة تخصوا ادخلوا عندي على انستجرام اعملوا لي فالو وبعتولي رسالة اكتبوا لي بس زوم وانتو هتلاقولي بابعتلكم كل التفاصيل انتو مش محتاجين تعملوا أكتر من كده انتو مش لوحدكم وانا مش هسيبكم متخفوش بفكرك تاني بعد اذنك تعمل لايك للفيديو لان ده بيساعد في وصول المحتوى لناس أكتر ممكن تكون محتاجة تسمع او تستفيد بالكلام اللي انا بقوله هنا سهموا معايا في الاستفادة يا جماعة اعملوا لي فالو على فيسبوك وانستجرام وسنابشات كمان علشان خاطر نساهل التواصل مع بعضه علشان خاطر تشارك في الأسك اللي انا بعمله مرة كل اسبوع ولو دي اول مرة حضرتك او حضرتك بتشرفوني فيها اهلا بك يا جماعة والله العظيم انتو واحد واحد كلكم على راسي بعد اذنك وطبعا اعملوا سبسكرايب وفعلوا الجرس علشان تكون انتو اول شخص يشوف الحلقة الجاية لما تنزل ان شاء الله وتقولوا لي على رأيكم فيها على طول وبكده خلصة الحلقة النهاردة اشوفكم ان شاء الله يوم الجمعة اللي جاي توتا توتا خلصة الحدوتا محمد فارس سلام عليكم